اشتركوا في القناة رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة وعدد من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء واعضاء مجلس النواب واكدت معالي رئيس مجلس النواب ان الاجتماعات المشتركة تعزز حجم التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرة الى ان الوفد الحكومي قدم اجاباته على استفسارات اعضاء اللجنة والتي تركزت على الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة خصوصا الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والاجتماعية كما بيّنت ان اللجنة البرلمانية تعمل لانجاز مرئياتها واجراء التعديلات المقترح ادخالها على برنامج عمل الحكومة تمهيدا لاعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس التصويت وفي هذا الصدد اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين وتهيئة كافة العوامل التي توفر استدامة الخدمات وفق اعلى المستويات والمعايير وقال معالي ان تطوير المنظومة التشريعية تعد من الركائز الاساسية لبرنامج عمل الحكومة مؤكدا ان ضرورة اخضاع التشريعات القائمة للمراجعة والتحديث سيما قانون التقاعد الذي يستوجب شراكة السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو يحفظ للصناديق التقاعدية استدامتها كما جدد معاليه التأكيد على ان تفاصيل المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة سيتم تضمينها في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 والتي من المقرر ان تتم احالته الى مجلس النواب بعد اقرار برنامج عمل الحكومة من جانبه اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني همية مواصلة جهود دعم الاصلاحات والاجراءات الضرورية همها ما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة